ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بأصحاب محمد الكفار أخبروني يا مسلمين من هؤلاء الكفار الذين يغيظهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيل اسم الصحابة وكتبهم أصحاب يا ذاكراً يا ذاكراً أصحابكم متأذباً تأذبوا إذا ذكر الأصحاب يا أيها اللاطمون يا أعداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو قرأتم القرآن لعرفتم من هؤلاء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود في وجوههم السمت الحسن مجرد ما تنظر إلى وجوههم آثار الخضوع لله والخشوع والإيمان ظاهرة في محياهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك متلهم في التوراة ذلك متلهم في التوراة هكذا ضرب الله مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبشر بقدومهم في كتاب موسى في التوراة قبل أن يأتي محمد والذين معه بمئات السنين بل أكثر من ألف سنة الله يبشر بقدومهم ويخبر بني إسرائيل أن محمداً وأصحابه قادمون وهذه صفاته ومثلهم في الإنجيل أيضاً ضرب الله لبني إسرائيل في الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام مثلاً وهو يبشر بني إسرائيل بقدوم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يضرب بهم المثل فيقول ومثلهم في الإنجيل أي ذكر الله مثلاً محمد والذين معه صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه زرع أخرج أفراخه من تحته كالنخلة التي تخرج أفراخها وتقويها حتى تشتد وتستوي وتكبر هكذا رب محمداً أصحابه انظروا المثل المضروب في الإنجيل عنهم أي أن محمد رباهم كما يخرج زرع شطأه وأفراخ فيربيه قال فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بأصحاب محمد الكفار يا سبحان الله أخبروني يا مسلمين من هؤلاء الكفار الذين يغيظهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هم؟ شيل اسم الصحابة وكتبهم عصابة شيل اسم هم الذين يلطمون ليلة نهار فيسمون الصحابة بالعصابة للا العصابة هم جامع الأخماس يا مجوسي أما الذين بشر الله بقدومهم نعم هم عصابة حق هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أحبهم وأحبوه ونصروه هم الذين قال الله فيهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله المهاجرين يعني المهاجرين والذين آووا ونصروا أهل المدينة الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا تبي تعرف الحقيقة تبي تعرف من هم أهل الإيمان أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم آية أخرى في سورة التوبة تلك في سورة الأنفال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يا أبو عصابة يا مجوسي يا سبأي أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله يدخلهم الجنة وأنتم يدخلونهم النار أنتم كفار بالقرآن كفار بالإسلام أنتم لا علاقة لكم في دين محمد عليه الصلاة والسلام لا علاقة لكم لا بقرآن ولا ببشارة التوراة والإنجيل أنتم مجرد أفراخ مجوس يا أيها اللاطمون يا أعداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأدبوا إذا ذكر الأصحاب اعرفوا مقامهم لو قرأتم القرآن لعرفتم من هؤلاء لكنكم تجهلون القرآن وتجهلون الإسلام كن متأدبا يا لاطم الخدي والصدر يا من لا تعرف إلا عداوة القرآن والإسلام والصحب تأدب تأدب فأنت بنص القرآن من الكفار لأنك اغتبت من الصحابة يا حفيد بن سبا عندك مشكلة مع القرآن أولا الله يقول أولئك هم الفائزون يذكر أنه راضي عنهم يعيدهم بالجنات خالدين فيها سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار مشكلتك ومشكلة دينك أن هؤلاء لم يؤمنوا بعقيدتك لم يؤمنوا بوصية وإمامة ولم يذكرها قط لأنها خرافة سبعية لا جاءت في قرآن ولا في كلام سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم مشكلتك مع الإسلام أنت على ملة أخرى نحب أن نحاجهم لا بتفاسيرنا بكتبهم هم خلوني أقراركم الآية هذه ليغيظ بهم الكفار من تفسير شيعي 12 تفسير الطوسي هذا تفسير الطوسي 9-337 يتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه ثم يقول ليغيظ بهم الكفار قيل معناه ليغيظ بالنبي وأصحابه الكفار المشركين استوعبت يا 12 وين ودينك مراجعت أما هؤلاء الذين جاء القرآن بالثناء عليهم وبوعدهم بالجنة خالدين فيها هؤلاء هم الصادقون والفائزون والمفلحون بنص القرآن يا آكل التربة يا من تعبد الأموات عصابة ورئيس العصابة من هو إذا كان هناك عصابة لابد للعصابة من رئيس أليس كذلك من رئيس العصابة من واضح من رئيس العصابة يا مجوز تدورون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام زوجته أخص أصحابه أبو بكر عرض النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنتها اغتصبت فاطمة كسر رلعها الصحابة مطعون فيهم بنات النبي غير فاطمة ينكرونهم بل الشيعة الحين لو أسألهم ما يعرفونهم ما يعرفونهم سنة أبطلوها وجاءوا بالإمامة مكانها وقالوا امتداد وتهديث ووحي بعد وحي ونبوة بعد نبوة اشتركتوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي نعم ليغيظ بالصحابة الكفار بتفسيركم قرأناها من تفسيركم اللهم هدي الشيعة يا را وبصرهم بحقيقة دين المجوس الذي يعتقدونه وأهلوا بيت رسول الله من هذا الدين براء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة قد روز بذلك نعم два